مساء الخير في فيديو النهاردة هنعمل نعمل انواع الفطائر السهلة جدا والبسيطة عملت معاك وقبل كده فطائر كتير خالص بس النهاردة هنعمل فطائر سهلة جدا الفطائر دي تنفع للعشا او للفطار مقديرها سهلة جدا وبسيطة وبتعمل كمية حلوة وكمان بتتعمل على البتجاز من فوق مش عشان اضطر ان احنا نعملها في الفرن نروح نشوف طريقتها ازاي ومقدير العجينة بتاعتها ازاي مقدير العجينة هنا انا عملت بس كوبايتين من الدقيق وعليهم رشة ملح طبعا كوباية ميا ممكن ما نحتاجهاش كلها للعجل معلقة زيت واحدة معلقة صغيرة خميرة فورية ومعلقة صغيرة سكر انتو ممكن تجربوا الخميرة منبرل وحدها بشوية مية دافية بس انا هاجن على طول ان انا مجربة الخميرة دي قبل كده وعارفة انها كويسة وشغالة هحط كده كل المقادير بتاعتي الدقيق عليها رشة الملح وعليها معلقة صغيرة خميرة فورية ومعلقة صغيرة سكر وهاجن كده كل المقادير دي مع بعضها مش هنزل طبعا بكوبات المية كلها لاني مش هتاخدها كلها انا عايزة عجينة تكون طرية وبتلزق في الايد شوية بس برضو نعرف نلمها نتحكم فيها لو ضفت كوبات المية كلها ممكن العجين تبقى سيلة خالص مش هينفع تتلام كده نحتاج دقيق تاني لكن انا العجينة دي المقدار الدقيق بتاعي ده اخد كوباية الا ربع بس من المية وضفت الزيت اخر حاجة ولميت العجينة بالشكل ده هسيبها تخمر لحد ما حجمها يتضاعف بالشكل ده بعد كده هبتدي اضطحها طبعا الكمية الدقيق قليلة فالعجينة صغيرة اصلا ما اخدتش وقت خالص يدوب بربع ساعة او تلت ساعة بالكتير لحد ما حجمها يتضاعف بالشكل ده وكمان العجينة مش نشفة فهتخمر بسرعة واصلا الجو حر هبتدي اكورها كده قد اللمونة الكبيرة يعني مش عايزة حجمها كبير ممكن كمان تصغروها عن كده وتعملوا حجم اصغر من كده هقطعها طبعا على اي حاجة مرشوشة دقيق لازم نرش دقيق علشان ما تلزقش فيها لان العجينة زي ما قلتلكو انا عايزها طريقة قوي تكون بتلزق شوية علشان تبقى خفيفة وهشة من جوه متبقاش نشفة هقطع كل العجين بس كده خلصت اقطيع العجين كله هاخد واحدة واحدة والاحسن ان احنا ناخد اول واحدة احنا اقطعناها علشان بتكون ارتاحت وهتتفرد بسرعة هرش رش دقيق كده على الرخام اللي انا هفرد عليها وهفردها بس كده يعني فردة واحدة كده بحيث ان هي تبقى مدورة كده بس مش عايزها تبقى خفيفة كده العجينة لأ بعد ما افردها هحاول اشيل الدقيق الزيادة من من عليها علشان لما تستيبوا متبقاش فيها طعم الدقيق نجي هنا الحشو هشوف هنحشي ايه انا هنا هحشي جبنة وزاريلا وقطعت عليها كده بقدونس ممكن تقطعوا فلفل اخضر ممكن تحطوا كمان زتون ممكن تحطوا اي حشوات انتوا عايزينها اي حشوة عايزينها ممكن نحشي بيها بس كده وهقفلها بالشكل ده هحاول اضغط كده بصوابعي على الاطراف بتاعتها كده علشان ما تفكش والحشوة بتاعتها تطلع في النار وهيبقى شكلها وحش ومشان نعرف ان تحكم فيها فاضغط كده على الاطراف كويس قوي وهاعمل كل الكمية اللي عندي بالشكل اللي انتوا شفتو ده كده انا خلصت تشكيلهم كلهم هروح اسويهم بقى فطاسة على النار بس لما نيجي نسويهم هاخد اول واحدة انا بدأتي بيها يعني هاخد اللي عملتهم الاول بعد كده الرصة التانية اللي هم اتعملوا بعد كده علشان بتكون ارتاحت كويس وبيكون برضو حجمها ارتفع شوية عن اللي لسه شغالة فيها حطيت كده بس معلقة زيت واحدة وهوزحها كده في الطاصة وتأكد بس ان الطاصة كده سخنة اهم حاجة تكون النار هادية خالص يعني على اوطى حاجة عندك وانا حطى في عين اللي في النص اللي هي الكبيرة بس موطيها على الاخر حيث ان النار تتوزع كلها على الطاصة وفي نفس الوقت تبقى النار هادية خالص علشان تستوي براحتها ومتتحرقش وتبقى معجنة من جوه لأ احنا عايزينها تبقى مستوية من جوه وحلوة كلها من جوه وبره كل ما حس ان الزيت نقص شوية هحط تاني معلقة بس مش هحط كتير ونحاول ان احنا ما نضغطش على الفطائر دي في الطاصة علشان هي بتبقى مكتمرة وعالية كده لو ضغطنا عليها هنخرج الهواء اللي فيها وهتبقى مش هتبقى هشة زي ما احنا عايزينها بدأت تنفخ اهي زي ما انتو شايفينها اهي هقلبها بقى على الناحية التانية علشان تاخد لون برضو هي كده استوت من الناحية التانية علشان انا موطي النار زي ما قلتلكم بعد ما تستيوي من الناحيتين هوقفها كده على الجنب اهو زي ما انتو شايفين كده علشان تستوي كمان من عالجنب علشان ما تبقاش بيضة زي ما انتو شايفين هكده يعني هحاول اسويها من كل الجهات بتاعتها علشان تبقى كلها لون واحد وتبقى حلوة كده ومستويه لحد ما خلص كل الكمية اللي عندي ده شاكلهم اهو بعد ما خلصت خالص طرية جدا جدا وحلوة خالص وطعمها حلوة جدا وأحلى كمان بتتعمل بالفورن يعني أحلى من اللي بتتعمل المخبوزات اللي بنعملها في الفورن دي طرية جدا جدا ولا غطيتها ولا اي حاجة يعني هي كده بعد يعني دوب بترتاح دقيقة واحدة بس تكون بردت شويه اعرف همسكها ده شكلها من جوه اهو زي ما انتو شايفين مستويه جدا على فكرة من جوه وزي ما قلتلكم ممكن تحشوها باي حشوات انتو عايزينها لو هتحشوها لحمة مفرومة او اي حاجة فيها لحوم او اي حاجة لازم تكون مستوية قبل ما نحشيها لان مش بتاخد وقت اصلا في التسوية يعني يا دوب تلت تلت دقيقة من نحياتي وتلت دقيقة من نحياتي يعني مش مش بتطول خالص على النار فاحنا لو هنحشيها لحمة او اي حاجة لازم نتأكد ان احنا مسوينها كويس بس كده وجربوا طريقة الفطاير دي هتعجبك جدا وسهلة جدا وسريعة وان شاء الله تجربوها وتعجبك ولو عجبك الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة